في غزة إذا كنت مريضا بسرطان فعليك أن تتحمل آلامه وأن تمضي أيامك دونما علاج وهو ما يرقح تفشي المرضى أكثر وأكثر فتوقع سيء أنا مريض كانسر وكان من المقرر أنه يوم 8 أكتوبر يعني يوم الأحد الحرب صارت يوم السابت أرجع على مستشفى المطلع في غزة عليك أن تحتضن أطفالك الصغار وأن تحاول حمايتهم من أمراض الشتاء والفيروسات التي تفترس أجسادهم الصغيرة فأبناءك دائما في خطر وكتر اقتضاظ السكان والنازحين من الشمال وغزة كل هذا مكان مقتضل بالسكان والأطفال في فيروسات فهدموا عنها من ناحية أطفال من ناحية علاج الأطفال في غزة عليك أن تعتادين على غياب كل ما كان موجودا في حياتك السابقة فلا دراسة ولا أصدقاء ولا ألعاب لا شيء لا شيء متاح سوى الرمال والأكياس الفارغة أصحابي بطلت أشوفهم وسرنا بدل ما نلعب بالألعاب نلعب بالرمل وحتى الأكل صعب نجيبه هو المياه هكذا تصير أحوال النازحين في قطاع غزة الذين نقوا من أنياب آلة القتل الإسرائيلية الخيام لا تقي ساكنها من برد ولا تستر أبدانهم من قسوة المعاناة فهم يحيون على فتاة طعام لا يسمنهم من جوع ويحيون خائفين من آت مجهول يزداد قتامة لحظة بعد لحظة ولا يخرج عن مصيرين شديدين المرارة فإما المرض أو الموت فصل الشتاء بدأ ولا دفء في خيام هزيلة وبملابس خفيفة مع القليل من الطعام وحطب يكاد ينفد ولا أمل في العودة إلى بيوت هدمها القصف الإسرائيلي الأيام القادمة ربما تكون الأسوأ على الإطلاق لمن نجى في غزة فالأوضاع تزداد صعوبة كل يوم والمعاناة تتفاقم والأمراض والفيروسات تحيط بهم وبخيامهم من كل اتجاه تحذيرات كثيرة من انتشار الأمراض في القطاع فلا رعاية طبية لأصحاب الأمراض المزمنة ولا علاقة لمن يصيبه مرض وتحت الثرى عشرات المقابر الجماعية التي تضم آلاف الجثامين لا حياة للجميع في غزة لا علاقة لكبار سن لا ألعاب للصغار لا حيلة لمن يتحملون مسؤولية أولئك وهؤلاء هكذا حال النازحين الناجين من الموت فيواجهون موتا أبطأ وأكثر إلى من